رفع مئة الأمريكيين دعوة قضائية ضد شركة إريكسون السويدية للاتصالات متهمين إياها تمويل العمليات الإرهابية بعد دفعها رشاوة لتنظيمي القاعدة وداعش لسماح لها بالعمل في العراق وقالت صحيفة Wall Street Journal أن الدعوة رفعت من قبل أكثر من 500 من أفراد الخدمة والمدنيين الأمريكيين من ضحايا الهجمات الإرهابية وعمليات احتجاز رهاء بين عامي 2005 و2021 بالإضافة لأسر ضحايا قتلوا خلال الهجمات وتأتي الدعوة في أعقاب اعتراف إريكسون في شباط الماضي بأنها اكتشفت انتهاكات خطيرة لقواعد الامتثال في العراق بما في ذلك أدل على سوء التسلوك المرتبط بالفسادة